اشتركوا في القناة هذا الباور المساعد خطير IC ليس بالعادي بما أنه يشغل عدة وظائف إذن ماذا تنتظر منه؟ تنتظر منه عدة أعطال مدامة الدائرة تتحكم في عدة وظائف فانتظر منها عدة أعطال هذا مفهوم؟ يعني الباور المساعدة في هواية السامسوق الجديدة تم إعطائها وظيفة الشحن بشكل رسمي تم إعطاؤها فولت بطارية تم إعطاؤها إشارة الإيمين وفولت الفلاش الكارت سيم ووظائف أخرى والله لا تأذكرها وظائف كثيرة أخرى فاليوم هدا هاتف سامسونج عند وضع البطارية بشكل مباشر يشغل فلاش يشغل ليد ليد فلاش بشكل مباشر الهاتف أصبح يتشنج فعند مراجعة المخطط وجدنا بأن بداية الفلاش له علاقة يعني بذلك بشكل مباشر إذن نبدأ على بركة الله في طريق التشخيص وإصلاح هذا العضل وفرجة مبتعة ونبدأ على بركة الله إذن مشاهدين الكرام نبدأ على بركة الله إذن كما نشاهد في هذا هاتف سامسونج جي سبعمائة أو جي سبعمائة وعشرة والله لا أتذكر والله لا أتذكر نعم إذن لاحظوا ما عنده وضع البطارية بشكل مباشر الفلاش يشتغل أو الليد الفلاش يشتغل بشكل مباشر ماذا يعني هذا أين هو السر أو ما هو الخلد وعنده تشغيل الهاتف لاحظوا ما عنده يعني هناك عطلين يظهراني مباشرة وأنه عند الضغط تشتغل الهاتف بشكل عادي ولكن هو لا يستمر في الإقلاع يتسنج أو يتوقف والفلاش يستمر في الاستغال وارتفاع درجة حرارته قليلا يعني هذا عطل بهذا الهاتف هناك عطلين يعني مدمزين أو عطل الفلاش الذي يشتغل بشكل مباشر وتسنج ووقف الهاتف على هذا الشعار هو بشكل مباشر بشكل مباشر أنه عند وضع البطار يشتغل الفلاش أولا فهذا يدل على أن هناك دائرة قصر أو نقطتين ملتقيتان نقطتين ملتقيتان أدى إلى اشتغال الفلاش بشكل تلقائي لأنه في الوضع الطبيعي لا يجب على الفلاش أن يشتغل يجب أن تأتيه إشارة ويشتغل هذه الإشارة التي ستأتيه أصبحت يعني بها قصر تمر بشكل مباشر كل ما عليك هو توفير الطاقة العطل التاني والمشكلة التانية هو أن الهاتف يتوقف على شعار السامسونج صراحة بداية بداية فهذا الإيسي يعني الإيسي المسؤولة أو الدائرة المسؤولة عن تشغيل هذا النوع من الفلاش وهذا الفلاش غالبا غالبا في ودق السامسونج تذكروا هذا جيدا الإيسي أو الدائرة المسؤولة عن تشغيل الفلاش هي باور مساعدة الباور المساعدة التي تحتوي على غرفة الشحن لاحظوا وهذا هو الإيسي هو إيسي إيو 400 فهذا مخطط جي خمسة لا مشكل جي خمسة وجي 700 أو عسرة لهما نفس تقريبا الإيسي بمسمى 4400 إذن ذهبت لهذا الإيسي حتى أتحقق من بعض الأمور لاحظوا معي هذا الجيد هذا هو الإيسي نعم إذن هذا الإيسي شحن ووظائف أخرى أو يسمى باور مساعدة أو دائرة تم تطويرها واستخراج عدد كبير من الوظائف من الوظائف الإيسي الباور الرئيسي لكي يكون هناك تخفيف للضغط تخفيف للضغط إذن عندما دخلت إلى هذا الإيسي ولاحظت وظائفه مثلا هو يستقبل مثلا فولت الشحن يخرج فولت بطارية فعند النظر إلى هذه المنطقة لاحظوا معي يتحكم في فلاش إن يعني إنيبل إشارة الإنيبل يعني الفلاش يعني الليد فهو له علاقة يعني بالتحكم بالفلاش إذن بما أن المصدر التغذية للفلاش يأتي من هذا الإيسي إذن نستنتج بشكل مباشر بأن هذا الإيسي هو المسؤول عن هذا العطل هكذا استنتجتها صراحة إذن الشورت والخل الموجود هنا وطبعا غالبا إذا تم إصلاح هذا الإيسي فغالبا ستنحل حتى مشكلة التشنج أو وقوف الهاتف عن هذا الشعار إذن هذا الإيسي تسبب لنا في عطلين عطل والتمرير الكهربع بشكل مباشر إلى الفلاش أو هذا المصباح وتشنج الهاتف وقوفه على هذا الشعار صراحة إذن هذا هو الإيسي لاحظوا معي هذا هو الإيسي في المنطقة وهذا الإيسي صراحة يشتغل مع عدد كبير من الموضيلات ما عند البحث على جوجل ستلاحظون وجود خطأ إذا لاحظوا ما عند القياس إذن نقوم ببعض القياسات حتى نعزز الكلام ونعزز ثقتنا فيما استنتجناه فعند القياس وجدنا بأن هناك منطقة عليها شرط منطقة عليه شرط ها هذه المنطقة عليها شرط هذا الشرط يجب أن لا يكون أن لا يكون لأن هناك خرج خرج للفولتات في هذه المنطقة إذن هنا عند القياس وعند وجود شرط تبين أننا في الطريق الصحيح وأن بالفعل هناك خلال في هذا الـ IC ولنتأكد هل هي المشكلة في الـ IC هل هي المشكلة في المصارات هل هي المشكلة في منطقة أخرى لا بد من عملية الرفع لا بد من عملية الرفع إذن تمت عملية الرفع بهذا الشكل لاحظوا معي نحاول إلى استجال قليلا نعم بهذا الشكل صراحة وجدت صعوبة أعفون وجدت صعوبة في الفداية في عملية الرفع إذن تمت عملية الرفع بهذا الشكل مع العلم أن وجدت بعض النقاط صراحة هناك يعني اختلطت الأمور وعندها الرفع مباشرة قمت بالتنظيف نعم قمت بالتنظيف الـ IC بهذا الشكل لاحظوا معي يعني لا بد من تنظيف حتى تتساوى النقاط أسفل الـ IC ومررته بشكل مباشر إلى وضع البطارية عندما وضعته البطارية ونزعته الـ IC لم يشتغل الليد إذن مبروك علي يعني كل ما فعلته هو الصواب بعيني والتجأت إلى تشغيل الهاتف دون هذا الـ IC أردت تشغيل الهاتف دون هذا الـ IC ولكن مع الأسف لم يشتغل الهاتف يظهر الهاتف بهذا الشكل وينطفئ يظهر وينطفئ إذن هذا استفادة أخرى قد نضيفها إلى الـ archive المعلومات إذن هذا الـ IC كان بيعطل يمكن أن تسبب في هذا النوع من تشغيل وانطفاء إذن بعد ذلك أتيت بهاتف جي خمسة فجي خمسة لهما نفس الـ IC جي خمسة وقمت بنزع هذا الـ IC الصالح إذا لاحظوا مع نفس الرقم التسلثلي أو الكتابة المطبوعة لا على هذا الـ IC ولا على الـ IC الموجود على الهاتف الآخر نعم بعد ذلك قمت بإزالة الحماية المعدنية الحماية المعدنية بهذا الشكل ثم بشكل مباشر قمت برفع الـ IC بهذا الشكل صراحة لم أقوم بعمله لا ريبونينغ ولا شبلنة فأنا قمت برفعه بطريقة صحيحة أعتقد بأن يمكن وضعه دون عمل له شبلنة والله أعلم إذا بعد ذلك تجدت بشكل مباشر إلى وضع الـ IC مع أنني قمت بالقياس قبل وضع الـ IC لا بد من القياس قبل وضع الـ IC لأنه إذا كان لازل الشرط فعليك أن تراجع حسابتك عليك أن تعلم بأن المشكل ليس أوعوض الشرط ليس بالـ IC فهو بالمصار ولكن عندما القياس اختفى الشرط إذن المسألة حسيمت حسيمة الأمر إذن كل ما علينا هو وضع الـ IC ولا ننسى ولا ننسى الأمر الخطير وهو اتجاه الـ IC إذا تذكرته جيد إذا لم تتذكره عد إلى المخطط سيظهر لك الاتجاه بكل بساطة إذن لا بد من وضع الـ IC بشكل جيد وعملية التسخين وخلخلة بسيطة بسيطة بهذا الشكل كما ترون حتى تثبت جميع النقاط في مكانها بشكل صحيح بعد ذلك بشكل مباشر سنقوم بعملية القياس وليس بتوصيل الكهرباء وهذه من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الكثير من التقنيين عند تركيب أي دائرة متكاملة لا بد من القياس وليس توصيل الكهرباء لا بد من قياس ممانعة لأن إذا حدث الشرط وأنت قمت بتوصيل الكهرباء فغالبا تتسبب في ظهور عطل آخر وتختلط عليك الأمور وتتفاجأ وتصب بالدوارة والطران والدواخ عفوا الدوخ مهم العربية والدارزة نعم ندين هذا جي بعد ذلك إذا نقوم بالقياس إذا لا يوجد شرط إذا نلتج إلى آخر خطوة وهي تجربة الهاتف اختفى تشغيل الفلاش بشكل مباشر ونقوم بتشغيل الهاتف لاحظوا معه وننتظر إذا الهاتف اشتغل بشكل عادي وطبيعي إذا نرى إذا مبروك عليك فأتمنى أن تكونوا قد استفتوا من هذه الحلقة في طريقة تشخيص وإصلاح هذا العطل الشرط وعطل تشغيل الفلاش وعطل تشنج الهاتف عند التشغيل إذن سودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة